السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلتان ترضاها فولي وجهك شطرا لنسجد الحرام بحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذي نعود الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ولئن أنت بعد هواهم من معنى ما جاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات عينما تكونوا يأتبقوا الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرد دفعوا الوجهك شطرا لنسجد الحرام وإنه لن حق من ربك وبالله برافل عما تعملون ومن حيث قرد دفعوا الوجهك شطرا لنسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجواكم شطرا لألا يقول للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمة يعلمكم ما لم تكون تعلمون فاذكروني أذكركم أشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم شيء من الخوف والجوة ونقص من الأمواد أن خسر الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائد الله فمن حج البيت بعتبر فلا ذناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرها فإن الله شاكر العليم إن الذين اكتمون ما نصلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم أنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وباتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يغفظ عنهم العذاب ولا هم منظرون وإلهكم الله هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بس فيها من كل داب وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من هدون الله أعداد أن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأبوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أنرنا كرة فنا تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الممار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا غطوة للشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم السوء والفحشاء أهم تقولوا عبد الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنذر الله قالوا بل نتبع مع الفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفوا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بطن عمى فهم لا يعقلون يا أيها الذين أمروا كلوا من طيبات ما رزقناك أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما أحرم عليكم الميت ضد ورحمة الخير وما أفر به لغير الله فمن تطب وغير بعض ولا عاد فلا إسمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين اكتبون ما أنذر الله من الكتاب ويشترون به ثمرا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا أن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ونهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزر الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البرم تولو وجواكم قبل المشق والمغرب ولكن البرم نعمل بالله واليوم الآخر والملائكة الكتاب والنبيين وآت المان على حبه ذا بالقرب والتامى والمساكين والسبيل والسائلين في العقاب والقرب والصلاة والزكاة المفرون والهوفون بعهدهم لذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين من أكتب عليكم القصات في القتلى الحر بالحر العبد بالعبد والأمثى بالأمثى فمن عفيا له من أخيه شيئا في اتباعهم لمعروف أداء له بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصة حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم مذا حضر حدكم الموطين طرق خيران في الوصية للولدين الأقربين بالمعروف حقا عذاب المتقين فمن مد له بعد ما سمعه فإنما إثمه عذاب الذين مدلونه إن الله السميع العليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله وفور رحيم يا أيها الذين من اغتب عليكم الصيام كما قدر على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقوا له فدية طعام مسكين فمن تطوع خيران به خير الله أن تصوب خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن نهدى للناس وغيرات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسهم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم والعلى لكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ودعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي اليؤمنوا بلعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرسلان سائكم هم لباس لكم أنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون عنه فستقنوا فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابدغوا ما تتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تنم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهذا الحكام لتأكلوا فديقا من أموالي الناس بالإثم أنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي ووقيت للناس الحج ليس البزر بأن أدأت البزر من مهورها ولكن البزر من التقوى وأتوا البزر من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة تشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوا فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتد عليكم فعددوا عليكم من استمعتد عليكم واتقوا الله وعلموا وأن الله معلم التقين وآفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديه لا تهلكه وأحسنوا إن الله يحب المخصنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن يحصلتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رؤسه ففدية من صيام أو صدقة أو مسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد بصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة لذا رجعتم ضلق عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن مهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج شروم معلومة فمن فرد فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألغاب ليس عليكم جناحنا تبدأوا فضاء من ربكم فإذا أفضتهم من عرفاتهم واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كباها ذاك وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم فيدوا بن حيث فأضاء الله استغفر الله إنه لغفور الرحيم فإذا قضيتم من أسككم فاذكروا الله كذكركم آباك وواشهد ذكرها فمن الناس من يقول ربنا تلاف الدنيا ما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا تلاف الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقين أعزاب المر أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدولات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا أنت والناس سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث عن نسلة والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقل لها خذته العزة باللثة حسبه جهنم ونبئس المهاد ومن الناس من يشغي نفسه وطراء مرضات الله والله رؤوف للعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك معدول مبين فإن سلتم من بعد ما جاتكم البنات فعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ياغون إلا أن يأتيهم الله في ظنن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني سرائل لغراطينهم من آية بينة ومن يبدل لعمة الله من بعد ما جاته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفر حد الدنيا واسخلون من الذين آمنوا والذين اتقوا فاقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كاننا سمة واحدة فبعث الله النبيين ممشرين منذرين وأنزل معهم القتاب بالحق ليحكموا بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاتهم والبينات بغيا بينهم فهدى الله الذي نعمد لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ما استطموا البأس والضراء وسنزلوا عتى يقول الرسول الذي نعمر وعه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقهم قلنا أنفقتهم من خير فللوالدين الأقربين اللتابعوا المساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فلن يكفروا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتار هو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله يكفرون به والمسجد الحرام والمسجد الحرام يخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمده وكافرهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب المال هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك على اليتاب قل إصلاح لهم خير وإن تقالتهم في إخوانكم والله يعلم المسجد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشيقات حتى يؤمن ولا ماتوا مؤمنة خير من مشيقة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشيقين حتى يؤمنوا ولا عبد المؤمن خير من مشيق ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فعتزلوا النساء في المحيض لا تقرضوهم حتى يطهر حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرثوا لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأذنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك وأنتمروا وتتقوا وتشلحوا بين الناس والله سميع العليم لا يأخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة شهر فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم وإن عزموا الطباق فإن الله السميع العليم والمطلقات تربصت بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحمهن إنكم مؤمن بالله واليوم الآخر وضعولتهم حق ردهن في ذلك أرادوا إشلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بيحسن ولا يحل لقباة أخذوا مما تيتم هم الشيء لله يخاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفت من لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتذت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الوالمون فإن يطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوزا غيره فإن يطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلما أن يقيما حدود الله وتلك عدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلق من نساء فبلغ رجلهن فأمسكوهن بمعروف وأسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن جرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقت من نساء فبلغ رجلهن فلا تعضلوهن أن ينجحن الزواجهم لذا طراض بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخير ذلك أزكى لكم وأطعب والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالد يدعن أولادهن حول يدعن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المعلود له لسقهن وكصتهن بالمعروف لا تكلف نفس لله سعها لا تضار والدتهم بولدها ولا معلود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن فإن أراد فإن أراد فصاد العلم فراض منهما وتشارجين فلا جناح عليهم وإن أرادتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يطفون منكم أذرون أزلوا أذين يتربص بأنفسهن أربعة شهرين وعشرة فإذا بلغ رجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأطلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون هم ولكن لا توعدهن السر لا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم دمسهن وضفر لهن فريض ومطعهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضتان فلسف ما فرضتم الله أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وتعفو أقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا للأيقادتين فإن خفتم فرجاء رقمان فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون والذين يتوفون منكم أزرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا من الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جداح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترد الذي خرجوا من ديارهم وهم ملوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله رجو فضل على الناس لكن أكثر عن الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل لا يعلموا أن الله السميع العظيم من ذا الذي قد الله قد حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني سائل من بعد موسى إذا قالوا لنبي له وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من والوالمين وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طال تملكا قالوا أن ما يقول له الملك علينا ونحن حق بالملك منه لم يأت سعتان من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسل والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيه من آية ملكه أن يأتيكم التابط في زكينتهم من ربكم بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طابوت بالجلود قال إن الله موت لكم من هارون فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر مغرفة أم يده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا لنرى بجال جنوده قال الذين ظنون أنهم لا قل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبر وثبت قدامنا ومصرنا عدل القوام الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك الحكمة علمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة